السابع من المحرم منع الإمام الحسين عليه السلام من الماء في السابع من شهر المحرم الحرام بعث عمر بن سعد قائد جيش يزيد بن معاوية خمسمائة فارس بقيادة عمر بن الحجاج فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم وبين الماء ومنعوهم أن يستسقوا منه قطرة وذلك في اليوم السابع من المحرم عام واحد وستين للهجرة ولما اشتد العطش بالإمام الحسين عليه السلام وأصحابه أمر أخاه العباس بن علي عليهم السلام فسار في عشرين رجلا يحملون القرب وثلاثين فارسا فجاءوا حتى دنوا من الماء ليلا وروا صبت بن الجوزي أنهم اقتتلوا على الماء ولم يمكنوهم من الوصول إليه وضيق القوم على الإمام الحسين عليه السلام حتى نال منه العطش ومن أصحابه فقال له برير بن خضير يا ابن رسول الله أتأذن لي أن أخرج إلى القوم فأذن له فخرج إليهم فقال يا معشر الناس إن الله عز وجل بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه وقد حيل بينه وبين ابن نبيه فقالوا يا برير قد أكثرت الكلام فاكفف والله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله فقال الإمام الحسين عليه السلام أقعد يا برير ثم قام الإمام عليه السلام فنادى بأعلى صوته فقال أنشدكم الله هل تعلمون أن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا اللهم نعم فقال الإمام عليه السلام أنشدكم الله هل تعلمون أن أمي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله قالوا اللهم نعم فقال الإمام عليه السلام أنشدكم الله هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا اللهم نعم فقال الإمام عليه السلام فيما تستحلون دمي وأبي الذائد عن الحوض يذود عنه رجالا كما يذاد البعير الصاد عن الماء ولواء الحمد في يد أبي يوم القيامة قالوا قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموتى عطشا